يعني التعارف لا يخفى عليك أنه اليوم يعني بتشوف يعني كتير من الناس اللي بيتكلموا عن نظرية النشوء والارتقاء بالمقابل أم الخلق بحسب فكرة الكتاب المقدس يعني أنت حكيت عن حقائق حقائق عن الخليقة حقائق أنه الله خلق آدم وحواء وحكيت عن الطفان لكن بتشوف اليوم هاي النظرية اللي عم تجتاح أغلب شبابنا النظرية دي على فكرة نظرية قديمة من أيام الإغريق لكن اللي عمل لها انتشار شارلز داروين وهنتكلم عنه بالتفصيل لما هندرسها بشيء من التفصيل أكتر لكن في المقدمة أنه شارلز داروين راح في رحلة اسمها الجلابيكس آيلاند رحلة البيجل الجلابيكس آيلاند وشاف أني منقار الطيور مختلف مجموعة اسمها الفنش المحدد والمدبب وكده تبع نوع الأكل اللي موجود في كل جزيرة فقال لك أن الطبيعة هي اللي بتختار ده اسمه الاختيار الطبيعي أو ناتشر سيلكشن الكائنات اللي موجودة فيها ومش محتاجين لخالق هي الطبيعة بتختار الأصلح والبقاء للأصلح واللي مش بينفع بيموت وهكذا بنتطور طبعا فيه مشاكل ضخمة جدا لأن الطبيعة ما خلقتش هي اختارت الكائن المناسب للمكان المناسب لكنها ما خلقتش حاجة بالمرة والكائنات دي عندها الصفات يعني التكيفت أصدق أو تأقلم أو التكيف احنا بنؤمن به لكن ده مش خلق لأنه هي بتدت تتكيف بعد ما بقت فيها حياة لكن مين مصدر الحياة لابد تيجي من حياة لأن المادة لا تعطي حياة الحياة تأتي من مصدر حياة وهو الله بس